اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الدراما السعودية ومسلسل الكبير قوي بطولة الفنان أحمد ميكي وعن طريقة الكلام واللهجة السعيدي اللي بيقدمها أحمد ميكي كل الناس بتسأل إزاي وصل لإتقان اللهجة بالشكل ده ده هنعرفه أكتر من حسنا القناوي مصاحح اللهجة السعيدي بالمسلسل وكمان أحد أشهر مصاححي اللهجة السعودية في الدراما المصرية صباح الخير عليكم صباح الفل من ورنة صباح نور يا ست الكل أهلا وسهلا بالتليفزيون المصر وصباح الخير يا مصر ودايما مصر في خير إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب الله ما جيه كل صلوحيك طيبتك وإنتا طيبة ست الكل طيب إحنا لما نيجي بقى نتكلم عن اللهجة السعيدي إحنا يعني بقى عندنا علامة مميزة كده في الدراما في رمضان اللهجة السعيدي ووجودها اللهجة السعيدي بقى سهلة إن حد يتعرف عليها ويلقطها لو هو مش سعيدي أصلا ولا لا بتحتاج وقت وبتطلع منه كده مسخة والله هي اللهجة السعيدي بصفة خاصة هي اللهجة أولا طبعا منطوقة وليست مقرؤة يعني أنت لما تجي بيلي كلام وتقولي خد إجراه مش هتعرف تجريه إلا لما يعني مثلا كلمة كمان كمان دي هتقولها كمان لا هتقوله كمان هتعرف تشكلها مني بإذن هي لازم لهجة مسموعة لذلك لما يجي ممثل يجي عايز بتكلم بالصعيدي يقولي مثلا طب قولي الجملة دي كده أنت ما تقولها كيف طب إجراه للمشهد دي كده خلي بركي يا سوز حسن أنا عاوز أقول على حاجة الأول أنا غريب وسطوكو دلوقتي لأن انتو الاثنين صعيدة لا أنا بحروي بصولا دي صعيدة عاوز نتبسط شوية عشان نقدر ننم حايا عندها عرق في الصعيد طب مضطنة برضو لللهجة الصعيدة صولا دي من جنع بالضب لا تحت أمرها برضو يعني هنلاحظ هذي الحاجة العظيمة تجليك طب أنا عاوز أعرف منك حاجة بس اللهجة الصعادية الأول عندنا كام نوع من اللهجة الصعادية يعني هل هي لهجة واحدة 16 أو 17 ونص ما فيش الكلام اللي انت ما تقوله دي ليه انت كل قرية كل محافظة ما هو ده اللي أنا عاوز أقوله ليها مش محافظة ما ليس حكمل حضرتك مش محافظة ده كل خمسة كيلو هتلجأ فيه مفردة أو مفردتين تلاتة لكل قرية ولو كل مكان معين كده تجمع بشري لأنه هو الراجل كان لما أخذ يتجوز وجاء وادعمه جواز جنبه وبيجي البلد بيجي جايب معاه لهجة محتفظين بيها تجي يقولك مثلا إيه زي ما كنت لسه ما كولي بكلم الجماعة يقولك كبريت ما يقولكش كبريتي إذن طريقة النطق دي اختلفت عنه هنا يروح يشتري مثلا يروح لبجال مثلا يشتري حاجة منه يبصوا له كده يقوله انت من الدبي انت من الجنوية انت من المناصرة عرفه منين عرفه من اللفظة صغيرة إنما لما تيجي تقوله على مستوى المحافظات إحنا 99% من اللهجة زي بعضينا بنعطش الجيم والقاف بنخلوها جيم مش معطشة يعني لما تيجي تقول دربوا قلم تقول دربوا جلم لما تيجي مثلا تقول جينية تقول جينية معطش ما تقولش جينية كل الصعايدة من الجيزة الغات أسوان يقوله الكلام دي إنما لما تيجي الأطفال معينة مثلا دلوك ممكن أقولك دلوك 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 دلوكيت دلوكيتك دلوكيت كذا مفردة تلقى كل بلد بس في الآخر معنى واحد وكلنا فاهمين بعضينا على أساس أن المشيئة الكلمة الصغيرة دي اللي هتفرج صعيدي من صعيدي طيب أنت حتقول لي في مشكلة عندك أنا حسألك السؤال إيه هو وما لما أنتوا فيه كذا لهجة هتشتغلوا بأنهي لهجة في الدراما صحيح المشكلة دي مش أنا اللي حلتي حلها رائد الدراما الصعودية في التلفزيون في الدراما الرائد محمد صفاء عامل رحمة الله علي الله يحب جال لك يا جماعة أسهل لهجة وأبسط لهجة مفهومة وليست مغرقة في المحلية جوي والناس تفهم هي لهجة جينة راح مثبت لهجة جينة بتاع الزقاب الجبل لأنه جناوي مش لأنه جناوي كمان مش يعني عنصرية للجينة لأن هي لهجة ما فيهاش مغرقة جوي يعني ما تقدريش تقول لي دي الجيت مثلا دي الجيت دي صعبة شوي إنما دي الوقت جريبة من دي الوقت من دي الوقت بتاعت القيارة فدي الوقت اللهجة الجنوية بتمتاز بالبساطة وفي نفس الوقت من محلية بتاعت اللهجة بس فيه أساسيات يعني لهجة الصعيدي في المركز غير لهجة الصعيدي في أنت تقول لي لي ما هو تأثير ما هو التأثيرات الأخرى التي تتأثر بها اللهجات تتأثر بخمس ستة عناصر إيه هما أول حاجة السن أنت لما تجيب الشاب بسنه عشرين سنة غير لما تجيب واحد سنه خمسة وخمسين ولا ستين سبعين سنة صحيح ده هو مفرد ده هو مفرد يبقى السن نمرت اثنين الصفر واحد صفر واحد ما صفرش واحد لو أغزى ما طلعش من القرية بتاعته واحد جاء سكندرية وراح في الجامعة وراح هنا وراح هنا وراح هنا ولفه وطلع برة مش حيروح مثلا يقعد في لندن خمس سنين يجينا يقول الله ده انت صعيد زي لا حيبقى لازم لو ضلعوا راح لا بس حيلاقي مصطلحاته بردو هيجي بعض المصطلحات ايه تاني التعليم بيفرج انت عارفا لو متعلم دبلوم غير متعلم مسلا جاعت في جامعة ولا في بكاروليوس ولا بتاع او متعلمش خالص دي حاجة الحاجة التانية كل المؤثرات دي في الاخر بتجيلك محصلة صغيرة كده تقول لك الرجل دي يتكلم اللهجة دي يوجد انت لما تيجيلك الورج الاول تحسب هل هو سنه كبير سنه كده سافر ما سفرش اتعلم ما تعلمش الظروف و ايه راح فين جا منين جاعت في مصر عشرين سنة ورجع بما ده يختلف ممكن يقول لك كلام بعض كلام القاهي في الاخر بتجيدي محصلة ان اللسان دي لازم يتكلم الشخصية دي خلنا نتكلم ان في الاخر حصل عظمة مسلسل الكبير اوي نروح للتفاصيل او الكبير جو اه الكبير جو في لازمات في لازمات احنا شفناها في المسلسل جزر او جطامها جحش ايوي وشفنا غيرها من اللازمات اللي موجودة جميل معناها ايه الاول جزر او جطامها جحش صلى على النبي عليه الصلاة والسلام جزر او جطامها جحش دي الاستاذ ميكي كان جاعدا ما يقول انا عايز اقول له هدية الموضوع دي انتهى في حاجة عام جناه عنديكم زي انتهى بس سعيدي انا راح ابويا رحمة الله عليها كان عصب شوي كان كل شيء يقول له جزر او جطامها جحش يعني الموضوع محدش تكلم مع فيه تاني طيب ايه معناها و ايه مدلولها و ايه شرح بتاعها لعشان فيه ناس كدير بتسأل لو ما اكله مؤخذة جحش وفيه جزر هنا في المرمية جزر مسلا جاء الجحش راح مد خشمه راح واكل جزر بهذا الكم هذا الجحش الكبير لما يأكل جزر انت هتقدر ترجع جزر اللي تاليك لا الموضوع انتهى الجزر او جطامها جحش خليها كلك خلصت هتروح تجيبها منه كيف هذا يعني صورة تعبيرية صورة جمالية بحيث انه الموضوع منتهي يعني هي صورة من يعني وليدة البيئة بس دي كانت لازمة والدك ولا كانت موجودة عندكو في الصيد مش والدي بس والدي ما اخترحهاش والدي ابن بيئته ما والدي يجيبها من ايه يجيبها من اودي عمه يجيبها منه خالو البلد كلها بتقول جزر وكذا ما شح مش والدي بس يعني ولكن هي الفكرة اللهجة في الكبير قاوه بصفة قاصة كان ده هدف من الاهداف اللي كان اللي وجهني لي لأستاذ ميكي والأستاذ الجدي وجهوني يقولوني احنا عاوزين لهجة مغرقة في المحل ليه لانهم عنديهم واحد اسمه جوني وجوني لازم ايه اللهجة بالنسباله تلفط نظره يقول بيقول لك مثلا ايه زاتا الزاتا دي لما اخذ الشوط مية تحطهم في اطراب يبقوا زاتا اخذلك فييجي يقولوا زاتا ايه زاتا دي الزاتا مش عارف ايه جمت يفضح لانه جوني يتريعك على كلام الكبير على كلام الكبير وهي دي كانت فرصة ذهبية لانا ان انا احمل زي ما بيقولوا لللهجة اللي ممكن تكون تكاد تكون تقنص فيها توسيق للهجة قد تكون اللهجة ما بيتش منتشرة فدون للفرصة دي لان انا ما جدرش عمل ده في الدراما العادية ليه في الدراما العادية ما جدرش يعملوه لانك انت في الدراما العادية بتوصل رسالة احنا رسلتنا هنا الكوميديا بس ليه رسلتنا هنا ان نضحكوا على كلمة زاتا نضحكوا على كذا كذا انما في الدراما انا عايز اقول له انه ده فلان حقيق روح يكتل فلان ومش عارفه فلازم اوصل معنى درامي صحيح بالنص ما اقدرش هلعب فيه كتير وإلا انا لو قلتلك مثلا انت بتتزنطر انت مفهماش عن هي تتزنطر يعني بتضحك مثلا نضحك ماصخ اغدالك فتتزنطر ليه لا هنا اقدر هنا ما اقدرش هنا لازم اقول كلمة انت تفهمها والمشاهد يفهمها عشان اقدر اوصل رسالة الدراما بس المشاهد مش فهمها هي جاية معا بكوميديا اكتر فهي ماشية في سياق العمل الدراما الهدف اساسي هدفنا ان احنا نجيبوا كوموديا والذكاء والاستاذ ميك والاستاذ احمد الجيندي انهم يقدروا ياخدوا يعني دي مش ابداع مننا ولا فتاكة مني لا انا انا باجول الكلام ده لأي حد بس هم عاوزين بيجلبوا في الارض وبيجلبوا في التراث ويطلعوا وياخدوا وياخدوا اللي يعجبهم وفيه حاجات برضو ما تبقى مش حلوة يقول لك لا دي مش عتوبة مفهمة جوية احنا عايزينا تبقى ايه اجل ما تفهمها شوية مغريقة جوي لا فيه هنا فيه قائد بيلف كده ومسك الموضوع وبيرسم بيريش اسمها الكابير جوي لغاية من الشخصيات بيجي تنطق وتتكلم وعديه بيجينا سايبين يدنا خلاص احنا لدينا 12 سنة في الكابير جوي من 2010 من اول مجال ورد الـ 22 جاعدين دولاكتي اشرف ليه سكته فزاع هاجرس مش عارف مين مين لسه جلت هسألك السؤال بقى مهمة او 12 سنة الـ 12 سنة نفس المجهود اللي بازلته في الاول هو هو اللي بازلته مثلا في الجزء السادس بطبيعة الحال بطبيعة الحال يمكن المجهود السادس اللي بنبذلوه اكتر من الاول ايه نقول ليه اكتر 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 ايه نقول لي مش مش في فكرة انهم هما ضعف اللهجة لا فكرة الاجتهاد نفسي ليه انك انت نجحت ودخلت في حتة وبيجيت في مكان فوج استرس على اكتر انا اجيبت هدف اتنين وثلاثة واربعة وخمسة واجيب السادس واجيب السابع اذا اعرفنا ايه اللي بينجح وايه للناس لحباها وايه للناس بس على مستوى اتقان الناس الموصلين للهجة لا انا ممكن اسيب الستاذ مك مشهد مشهدين ثلاثة ممكن اعملهم واحده خلاص يبقى انت رايي بتتكلم شرب الشهر ده للناس اللي شغالة في السيزنز القديمة او في المواسم القديمة احنا السنة دي معانا بطلة جديدة مربوحة اه حاجة يعني خطيرة طبعا ازاي حرفنا نزبط اللهجة بتاعتها بسرعة كده وهي كأنها معاهم يعني من بدري ماشية في اللغة تمام والله بالنسبة المربوحة باللغوة بالنسبة المربوحة دي بصفة خاصة يعني هما سبحان الله هي هدية من عند ربنا برضو زي ما بيقولوا ليه لانها هو يعني حتى لما اختروها جات على يعني سبحان الله اول ما جعدت كده الدحك اللي تضحكوا بره المشهد الاضعاف اللي انتو بتشوفوه ده ده احنا ايام اسطوبات حصلت كتير بسبب ان هي اساسة بتضحك هي شخصيتها اللي انتو شفتها دي هي ما هي ما مثلاتش هو اي التمثيل ان كده ما تمثلش فهي ما تمثلش هي كده اساسة يعني اول ما تخش اللوكيشن تعرف ان رحمة عحمد جاء المربوحة جاء دمها خفيف بالفطرة دي اللي انت كمان تغير لها مفرداتها ويفضل لسه دمها خفيف دي بتبقى صعب غير لها مفرداتها ده هي بتاخد المفردات وتجلب فيها تخليها دحك برضو بس ان هي تحول الافي لافي صعيدي اعتقد ده صعب ما فيش افي وافي صعيدي هو الفكرة الفكرة يعني لما تيجي تعطيش الجيب ما هو جيب لها جزيل لها جات كلام زي الكلام اللي بنقوله انما هي الموضوع كله معها ان هي وقت الموضوع بحباء كهزار حباء كوميديا هي من جواها كوميديانة بتطلع من الكوميديا من جدها ومين اللي ساعدها في كده ساعدها لسه احمد السهد جندي في حاجة اسمها سر اقول لكم حاجة انا ممكن اول مرة اقوله ايه هو سر نجاح الكبير جول أقول نجاح كبير كل ما نفتح المشهد ايه نفتح المشهد دي دايما في الدراما يقولك النص المكتوب هنا مافيش عاجة سيطلق العلام هنا الابداع اللي حصل من الكتاب بيبدعوا بيحطوا وووووو بيعملوا المواقف اللي انتم بتشوفها الحلوة دي كمبداعين على الورج ييجي الموضوع دور بعد كده الجاعدة اسمها جاعدة التفتيحة نروحوا جايبين يقولك هات الكراسي روحوا جاعدين. المخرج والستاذ احمد والممثلين. مشهورة عند الناس باسم بروفت الترابيزة. انتم سمتوها جاعدة التفتيح. باستاذة بروفت الترابيزة هتجروا ما هو مكتوب. اه. وتلتزموا به. هنا في تصالح مع النفس. الكتاب والمخرج والبطر العمل. هل كل واحد يطلع افضل ما عنده. ان كل واحد يطلع افضل ما عنده. وانفتحه. يقولك استاذ احمد يندير. انا عايز نفتح كم سكة كده. نفتحه كم سكة. نفتحه. السكة دي داحك. وبعدين الدحك لما بيترمج. احنا لو ما اتحكناش عليه ما اعملهوش. اي. طب بمناسبة التفتيح. مين اللي فتح لمكي فكرة او للكبير بقى ان هو يصطادل عجارب. لا ده هو. ان كل سابق ما تقوله انت كنت بتعمل ايه يكلمني عن حياتك كبير. فطبعا هو الراجل يعني صراحة بيدي الاشه اللي خبازه. طب انا لسه حفكر انا وكنت بعمل ايه يا عم جناوي. قلت له نعم. جال لي كنت بتعمل ايه وانت صغير? قلت له طب ليه الاحراج ده بس? ما تكسبناك. قال لي لا والله كنت بتلعب ايه وانت صغير عم جناوي. قلت له والله كنت اغرق كلاب في الظهر. وفي الليل كل التصيد عجارب. كيف تغرق كلاب يا عم جناوي? فراحت ضفلها اللمسة الزكية بتاعته. جال له والله كنت في العشي اجود اصيد وفي الظهور كنا نغرّجوا كلاب ولما كبرت احترفت الكونغوفو الضفلة هو كيه؟ لازم نجيب التطشيب بتاعه بس إيه حكاية العقارب معاني بس عشانه إيه حكاية العقارب؟ فعلاً يعني عايز نشوف العقارب عايز نشوف العقارب يعني لا العقارب ده موضوعه إن إحنا وإحنا صغيرين كانت الدنيا درجة الحرارة عالية جداً عندنا تتخطى ممكن ساعات الخمسين زمان أو كانت شديدة يعني فالعقارب بتطلع من الجحور بتاعتها ومن الشجوق مع الحر يعني فتطلع طبعاً ترويش لها عائلين ثلاثة أربعة فهنا البيئة كانت بيئة طبعاً طبعية ريفية وواوا وكده فإحنا كأطفال نعمليه أول ما تنغرب المغرب نروحوا جايبين إيه اللامضة حاجة اسمها اللامضة العوين اللي هي اللامضة الصاروخ اللي مفهاش جزازة من فوق ده حتة شريطة كده وفيها نار تاخدها كده وتروح تمشي تحت الساس تمشي تمشي بالساس كده ومسك معك صيخ مدبب الصيخ ده أول ما تلقى العقرب وكده ماشى تحت الساس تروح إيه غزيرتها فيها غريزها في ظهرها والعقرب اللي هتيجي تزوج أخته لغاية معيها الشمبوك كله ده يتمليه واللي يملك الشمبوك الأول يبقى هو اللي فاز أصلاً أصلاً الشمبوك ده لعب وبعدين لو إنت عايزت معلومة ثقافية يعني إحنا اكتشفنا إنه يعني لها مردود فرؤوني ومردود جديد جداً موروس إيه هو إن العقرب دي بنعملوا بها إحنا بعد كده بناخدوها نحرجوها في النار طب لما نحرجوها في النار إيه اللي يحصل جلب بتطلق ريحة سبحان الله بتطلق ريحة تمتد إلى مسافات بعيدة يشموها العقرب التانية مجيش إذا هو نوع من تطهير البيئة البيئة إنت راجل يعني هم تحايلوا على الموضوع على الأساس العقرب تمشي بعيد وما تأذوهمش فده فكرة إيه سيد العقرب وإلا طبعاً الموضوع ما كانش بيخلي من حوادث ومشاكل لأنك انت بتتعامل مع أشياء خطيرة يعني صحيح خلينا نرجع تاني للكبير ونفكر بقى في المباريات اللي بتحصل بنحس إن في مباريات في اللهجة الصعيدي يعني الناس عمالة بتعلي على بعض وكأنهم مولودين في الصعيد في الصعيد آه هو كمان على مستوى اللهجة برضو يعني لما جينا مثلاً شخصية هاجرس عندنا بعض البلاد بتقول الجيمدال واخد بالك فجالوا إحنا عايزين ناخد الإطار بتاع الصعيد كله فخلينا كمان هاجرس ده يقول لهجة من الهجات الصعيدة عشان نقدر للمس الصعيدة كله حالياً زكاء زكاء المجموع عشان يقدر الحب بين الجبائل زكاءهم بيفكروا في المشاهد دايماً جدام عليهم يعني أستاذ أحمد ييجي يقولك أصلي مش عايز الشريحة دي تزعل مني أصلي مش عارف ده مش عارك مين إيه هما هما جاعدين جاعدين وبصين على كل الناس شايفاهم ومش عايزين نزعلوا حد لأن احنا جايين نتبسط ومش جايين نزعلوا طب صحيح هما كل حتى على مستوى اللهجة عايزين برضو اللهجة اللي هي مفيهاش إيه مفيهاش التفخيم ولا مفيهاش الأفورة مفيهاش اللي هو إيه يقولك يا باي ويه ويبش عن بيه نحن فعلا لاحزنا المسلسل مكوش الكلام ده خالص الأفورة اللي بنشوفها في الدراما مش عارفة بقى ده جا من التدريب ولا ده جا من إن انتو كان عينكم على إن انتو تقدموا اللهجة اللي الناس بتتكلم بيهاش جات منين حكاية الأفورة دي؟ حكاية الأفور دي جات من الأفلام لابا يدوشه دي الجديمي كان لابا يدوشه دي الجديم عشان يطلق لك مثلا عنها حد يختلف على جمال وكوميديد اسماعيل ياسين إلا إنه اللهجة الصعادية بالنسبة له كانت شديدة عليه شوية وكان واخدها من إدار الكوميديد يعني مثلا يجي يقولك مثلا وزارة الأوقاف إحنا نقوله وزارة الأوقاف الأوقاف الهامزة الأولانية دي هامزة أساسية مش هامزة الجيم اللي هي زي جلم فهيجي يقولك وزارة الجوغاف إنت ما تقول لك وزارة الجوغاف أنا أتحق بس هو كان واخد من منظور كوميديد أو من زاوية كوميديد بس يقول الأوقاف برضو يعني قول الموقف كومة دي بس ما تقولش الكلمة إيه الجوجاف يعني ما فيش سعيد بقول الجوجاف إلا إن هو اللهجة سعاد بتغلب نجوم كتير زي حاجة الحاجة الثانية إن أنا برضو كلهجة سعادية لازم أنت تتصالح معها لازم تحبها عشان تحبك ما تجينيش كده وإنت بكتب في اللوكيشن وداخل على حرب ولهجة داخلناك داخل على اللهجة الصينية لا حبها واسمحها واستسيغها خليها حبها تحبك يعني وفيه ناس كتير تقولك أنا بحبها بس مش جادر يعني مش جادر أعمل اللي جومنا بيشارك فهيحب يسمحها زي مثلا في بعض المسلم يقولك إيه إجراء للكلام ما خلينيش أجرانها لو جاء أجراءها هو هيفهم خلاص حيسمعوا عشان تعلق في ودانه أول حاجة يسمعها عشان تعالج في ودانه طب إيه أصعب مشهد يعني اشتغلتوا عليه كتير قوي في الجزء السادس في الكبير أصعب؟ مشهد انت تكسديه بأصعب يعني فيه آداؤه خاص باللغة أو اللهجة الصعيدية كان فيه صعوبة شوية على الممثلين وخد منك وقت كبير أو مجهود ما فيش وقت كبير ولا فيش أصعب ولسبب إن احنا فيه مغرج متفهم جدا لللهجة الصعيدية الراجل ده زي ما بيلبسك جلبية وزي ما بيلبسك عمه وزي ما بيلبسك وزي ما بيديك كل اللي حواليك بيقوله بيطلق إنه هو صعيدي كمان لسانك لازم يكون صعيدي فالرجل مقتنع بها السيد أحمد الجيندي مقتنع بهذه الموضوع وكل الناس اللي شغالة مقتنع أنك لازم تطلق لهجة صعبية وإلا حتوبة كسرت الإهام ما هو أنت لما يجي واحد مثلا زي الكبير جوي يقولك بقولك إيه هل تقبلها منه أنت هيحصل عندك شرخ في الإهام هتقول لا 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 ده بيش الكبير جوي ده أحمد مكي فأنت هو كلهم مقتنعين بالحدودة وكلهم مقتنعين إن اللهجة شيء مهم من عناصر تكوين الشخصية أنا عنصر من العناصر دي كلها اللي بيعملها الكبير جوي فحتى لو هو في خطأ وليكن مثلا يعني موجود بيوجد فيه إعادة تاني ومرة واثنين وثلاثة وفي الآخر إتا بتشوفه الصح أيه إحنا بقى عشان نوصل لنا الصح ده أكتر مشهد أخدته فيه وقت علشان يوصل لنا إحنا الصح عدته مرة واثنين وثلاثة يسقط الوقت أمام الكوميديا يسقط الوقت أولا أنا اشتغل في مسلسلات كتير كان الوقت بالنسبة للمخرج المنفذ وللناس حبارة عن سيف بيجير ورانا عايزين نعملو نعبو علم عايزين الكبير له خصوصية في هذا الموضوع كل شيء يقف كل شيء يتكسر عند حقيقة الكوميديا إحنا بنعمل الكوميديا بندحكو يا ستي ده الأستاذ أحمد المكي إيه الإنتماء ده إنت عملتولي إحنا 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 إنتماء أنا ولد البكر الكبير جوي يعتبر ولدي أنا بنتمي ليه كولدي دي نمرة واحد نمرة اتنين إن من الأستاذ أحمد المكي لو بص كده ولما حليجي واحد في الكست جاعد ملوم أغذف من العاملين عامل كده مش مبتسم يوجب في جوله تعالى هنا إيه اللي مداجك إحنا كلنا جايين نضحكو كلنا جايين نتبسطو إيه اللي مداجك قول لي عليه وأنا ما اتشهولك في اللوكايتش ويدحك الناس كلها والناس كلها بتضحك والناس كلها مبسوطة إحنا لو ما اتبسطناش وما اتحكناش إنتمش عايزيصلكم تضحكو ولا مبساط بتاعني فريق العمل الواحد فريق العمل الواحد أكتر من كده يعني تقول أسرى ماشي تقول إحنا لو ضلعونا كرنيات تأمين صحي مع بعضنا ماشي يعني تقول اللي انت عاوزه تقوله هل كم انت بقت معضية ولا ايه كله والله يقول اللي انت عاوزت تقوله أنا عاوز أسأل بقى على يعني إحنا تكلمنا على مربوحة تقول تمام في برضو عندنا العترة آه العترة زي اشتغلت عليه يعني بالضبط مصطفى يعني هو طفل مبدع كمان في فكرة وممثل مبدع فإزاي اشتغلت عليهم أولا مصطفى أنا اشتغلت معا السنة اللي فاتت مسلسل موسى كان أخو محمد رمضان اللي هو روعي فأنا فجئت إنه هو مش صعيدي بس ولكن وكأنه صعيدي لو أنت بيجي لك ممثل زي كده فجأك فجأة كده تلقات جلب بجدرة جادر لسانه تجلب صعيدي متصالح مع الجيمات المعطشة متصالح مع كل حاجة فيها صعيدي تبص تلقى هو يا دوبك ما يحتاجش منك وقت تقول له بس هي مرة وخلصت ويطبق القاعدة اللي انت قلت له امش عليها يقول لك ده هنا بتتجال كذا فبيشتهد معا نفسه فهو من النوع ده مصطفى من النوع اللي هو من النوع اللي هو أول ما جعدت معاه السنة الفاتت أو كده جعدنا في اللهجة اللي جيت هو مستجيب جدا لللهجة فبيجي يا دوبك بس تطشات خفيفة مش عارفة حتى لو ارتجل حاجة بارتجلها صعيدي ده بالنسبة للمصطفى وانسان جميل يعني لما تصبر علي بقى أعمى حسن عايز تقول لي ان انت بتحضر كل المش يعني كل الممثل بيعمل مشهده ويريح انت عايز تقول لي ان من ساعت ما بتقوله داير بصلك ازاي كلامك زعاله بغاية لما تخلص انت قاعد قدام كل المشاهد مشهد مشهد طب والله يا العزيزي في بعض المسلسلات تم يطلعوني من دورة الميا عشان عايزين يشتغلو ويوجه في التصوير لانه في حاجة اسمها المنتج النهائي يا ستركولي انا النهار دا جعدت بروفات وروحت اللي ممثل جعدت معاه في البيت وروحنا وجينا وذكرنا وعملنا كله دي كل دا مالهوش لازمي في المنتج النهائي اللي بيطلعك جدام الكاميرا انت في كاميرا جدامك انت مش هتشوف كل اللي عملناه قبل كده هتشوف اللي اتخذ فعلا واللي اتخذ فعلا دا لو طلعه غلط يبقى كل اللي عملناه غلط يبقى لازم بواحد جاعد يبيل لي سماعة شوفتش التكنولوجي اروح جاعد كده وسماعة لسلك جاعد كده فأي مطرح جاعد كده وهو ما يصور وانا صوته في ودني انا حتى ممكن تلقي المغمط كده جاعد كده بس الصوت في ودني او ما تسمحها غلط ستوب يعني الاول كنا نعمل ستوب ايام السي سي يو شوف انا بكلمك انجليز ايام السي سي يو الوحدات اللي كانت بره دي كان المنتاج هوا ومش هوا احنا كنا نعمل ومطرح من وقفه ونكمله ونعمله ستوب انما لما جات الكاميرات دخلت علينا كاميرات السينما في 2010 وقت مذاكر كمان سي سي يو سينما يعني ولا خرجي المعهد السينما 23 سنة ماباشا طب بعد كده جات الكاميرات اللي هي ايه الكاميرات السينما بيجي الشغل كله سينمائي ايه السينما دا تقطيع ما بين الزوايا فانا اقول لك تبقى اخده في long وبقى اخده في medium وبقى اخده في زاوية هنا وزاوية هنا واروح هنا وهي هنا ففيه كذا تيك غير التيكات الاولانية فالما خدتوش في التيك دي يقول لي ايه المخرجية طب اقول لك انا استاذ احمد الجن دي بنتكلمه وانا هو بالاشارة ساعات وهو عنده حساسية الودن من كتر الشغل بيعمل لك اكون جاعة داني فييجي واحد يقول لك مثلا حاجة بتاع يبصلي كده يا بابين كده دي يعني حاخده في الديج ما هو ليه ديج في الواسع انا الجملة دي مش محتاجة في الواسع حاملها ديج فما فيش داعي نوجه فيه التصوير عاد انما لو هو ديج بتاعه وملهاش امكانيه الا من دي يقول طب يا جماعة معيش لا نعيد عشان نجل حاجة كذا كذا هو نفسه بيجي فاهم لهجة واللهجة بيجيت معاه طب انا لو سبته هيعمل مشاهد زي ما انا بقولك كده بس فالعملية اكيد عندك كواليس اكتر وتفاصيل اكتر يعني محتاجة ايام بقى وشهور عشان نعرفها من حضرتك ولدي بك جناوي مصحح اللهجة بنشكرك فنم على وجودك معنا في صباح وصف شرف ليه والله في تلفزيون بلدي والله شكرا شكرا دائما المنورين ان شاء الله الله ياريك